حيكون مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا من صبحكم بالخير إن شاء الله النهار بيحمل الأمان والسلام لكل العالم اليوم بانترفيو ضيفتنا المحامية والناشطة الاجتماعية سامر حداد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك دكتورة سامر حداد أنت كمان مش بس محامية وناشطة اجتماعية أنت كمان رئيسة جمعية نحو مجتمع حضاري يلي هلأ رح نحكي أكتر عنا ولكن هيك اليوم موضوعنا مختلف نوعا ما طبعا رح نحكي عن الجمعية وعن كل النشاطات يلي عم بتقوموا فيها إنما حبيتي وحبينا سوا نحكي عن الأنون الدولي الإنساني لأنه منعرف قديش الإنسان هلأ عم يتعرض لا يمكن كتير أشياء بشعة ما بدأ قعد هلأ عدد شو اللي عم نتعرض له ولكن إنسانيتنا كمان بخطر شو هو القانون الدولي الإنساني؟ صباح الخير عن جديد صباح النوم لحضرتك للمشاهدين والمستمعين وإن شاء الله مثل ما قلت لكون نهار بيحمل الأمان والأمن أمين أمين أكيد ضروري جدا نكون عم نحكي عن القانون الدولي الإنساني بهيدي المرحلة كون القانون الدولي الإنساني هو مجموعة خلينا نسميهن القواعد اللي بترعى حالة الحرب شان هيك بيسموه قانون الحرب للأسف على مر العصور ما حدا قادر يمنع الحرب نعم فعلى الأقل صارت التوجهات والحركات العالمية وهلأ شوي من نذكرها هيك سريعا تاريخيا أنه على الأقل نحط قوانين محددة بس للحد من الأضرار الكبيرة أو الأثار حتى الكبيرة اللي بتعملها هيد الحروب على الشعوب على الإنسان وخاصة أنه بالأساس ويعني قوانين الضمير العام هي بتحكيني عن حقوق الإنسان نعم فأنا يعني بتبعا لحقوق الإنسان لازم كمان كون عم شوف حقوق هيدا الإنسان بفترة الحرب والنزاعات اللي هي يعني ما قدرنا نمنعها بس على الأقل نلزم الدول بخلال فترة هيدا النزاعات بحدود معينة تحدها الإنسانية وحقوق الإنسانية بلشت القانون المكتوب المدون كان بالقرن التاسع عشر بلش مع اتفاقية جناف الأولى اللي هي سنة الـ 864 وستطبع بعدين بإعلان ساعة بيترسبورغ بالـ 1868 وكانت الدعوة بوقتها اجت من القيصر ولد تاني نيكولاد تاني قيصر روسية اللي هو بوقتها صار عم بشوف انه صار فيه اختراعات جديدة لأسلحة وعم توقع كتير أضرار فداعي لهيدا الاجتماع بمحاولة لتخفيف هيدا الأثار وطلع بوقتها اعلان ساعة بيترسبورغ اللي هو كان بداية القانون الدولي الإنساني ومن ثم تتابعت بعدين صار فيه عندنا اجتماعات لهاي اتفاقيات لهاي الأولى اللي هي بالـ 899 وستطبعت بعدين بالـ 1907 اللي كانت أولى محاولات انشاء محكمة العدل الدولي بوقتها بقت بالفشل لكن بعدين الحمد لله صار فيه انشاء لهيدا محكمة الـ Antitel اللي هي محكمة العدل الدولي اللي هي نوع من أنواع المحاسبة لعدم الامتسال للقوانين الدولية وهلأ بعدين رح نشوف بسيء الحديث أكيد صحيح فهون بعدين اجت عنا اللي هي أساسيات القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جونيفة الأربعة بسنة التسعة واربعين والبروتوكولين الإضافيين سنة السبعة وسبعين هادي هني عملوا قواعد الحرب للأسف ما بعرف كيف نلاقيها مرات ما نشوفها هيك غريبة قواعد للحرب ايه في قواعد للحرب لأن الحرب بتشيل كيف ما كان فعلى الأقل عم نحاول نحط له إطار بتخفف من تداعيتها نعم الاتفاقيات جونيفة بترعى حماية للأسرة للجرحة للغرقة واللي أهم ننهو كلهم اللي هو كمان راح نشوفو بالقانون الإنساني دول العرفة اللي هو حماية المدنيين وهيدا الأهم وهو اللي هو الأساس طبع هو الأساس طبع وحماية للذين لم يشاركوا أصلا بالنزاع أو وقفوا عن توقفوا عن المشاركة لسبب ما بطلوا عن بشاركوا هادي كمان بدون حماية فإذا نحن بدنا نعمل الحماية للمدنيين بدنا نعمل حماية للذين مشاركوا أصلا أو توقفوا عن المشاركة يمكن يكونوا جرحة كمان حماية هاهودي بدون حماية والحماية الكبرى هي للأطفال والنساء طبع وبعدين لما بغطوا عليها القوانين حقوق الإنمان راح شوف أنا كمان أنه في عندي حقوق كثيرة كثيرة طويلة جداً بلج فيها الحق بالكرامة الحق بالحياة الحق الطفل وحق صوية الخطأ طبع اللي هن خاصة بفترات النزاعات سواء كانت دولية أو غير دولية بالتنين بدتهم عناية فائقة وعناية خاصة وهيدا للأسف هلأ نحن مش عم نشوفه مثلا وكتير بحاجة لإله هو بالسلم قليل نشوفه فكيف إذا عم نحكي عن أثناء الحروب يعني هلأ بعدين إذا بتحبي هيك بنحكي تجربة اللي عم نشوفها نحن على الأرض شي مؤلم وشي يعني بحفز أكتر على أنه على الأقل لازم نكون عم نشتغل نحن يعني الدولة مش عم تشتغل تاعه نحن مجتمع أهلي نقابات مجتمع مدني نكون عم واجمعيات بطبيعة الحال نكون عم نجمع الجهود لحتى نقدر شوي نعطي نساعد أقله نعطي أقل مقومات المساعدة دكتورة سمر يعني القانون الدولي الإنساني لا شك أنه هو مرتبط بسياسات الدول يعني لو جربنا نحن نفصل هيدا الشي بس مجرد أنه صار في حرب يعني فيه سياسات قديش قديش منفصل قديش منقدر نفصله عن السياسات الدولية القانون الدولي الإنساني وضع باتفاقيات بين الدول نعم فإذاً هو الدول هي اللي حطوتهم طبعا سياسات الدول ترع الحروب بس لا ترع الاتفاقيات الاتفاقيات بتحد من آثار هيدا النزاعات السياسية سواء كانت مسلحة أو غير عفواً دولية أو غير دولية تجي هيدا الاتفاقيات لحتى تذكرنا مثل بيحضرني هوني كلمة نيلسون مندلا أنه هيدا الاتفاقيات بتذكرنا أنه نحنا لازم نكون بعدنا نفكر بالاعتناء ببعض فإذاً هي هيدا الاتفاقيات إنسانية هي نابعة من الضمير نابعة من حق الإنسان الأساسي اللي كرسته كل دستير الدنيا كرسته كل الأديان كل الدستير وتبعاً كرسته كل الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التابعة لها من أول ما بلشت هيدا الاتفاقيات الدولية إلى يوم نهز فإذاً هي ترعى حقوق الإنسان وعلى الدول أنه تحترم حقوق الإنسان سواء كانت مصدقة على هيدا الاتفاقيات أو لا مصدقة هي مجبرة أكتر وإذا كانت ما صدقت على هيدا الاتفاقيات فيه عندنا القانون الإنسان الدول العرفي اللي هو بيفرضه حتى لو ما كانت مكتوبة في الكلوز مارتنز اللي هي مجبورين فيها الدول حتى لو ما كانوا أعضاء بالاتفاقيات وهيدا وضعت بلاهاي بالـ 899 لكن من قامتا فرد يعني توقياً للدول اللي ما بتصدق على الاتفاقيات وما بتكون طرف بالاتفاقيات بيجي هيدا الكلوز بيفرض عليها القانون الإنساني الدول العرفي اللي هو الضمير عام اللي هو حق الإنسان برجع فيه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الطولية وكل العهود اللي ما رأت أنه أنت بدك تحترم كرامة الإنسان بدك تحترم حق الإنسان في الحياة الكريمة خلينا هنا لأنك حكيت عن حقوق الإنسان خلينا أسألك عن الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وين بيتلاقوا وين بيختلفوا؟ هؤذي القانونين هني جناحين للقانون الدولي واحد جناح يرعى الحقوق بأوقات السلم والجناح الآخر اللي هو القانون الدولي الإنساني يرعى حقوق الإنسان خلال النزاعات خلال أوقات الحروب منشان هيك بيسموه قانون الحرب هلا أصادت أني قول جناحين لأنه هني بيلتقوا بطير واحد اللي هو الإنسان اتنينهم عم يشتغلوا على الإنسان إذن أنا ما في أفصلهم تماماً عن بعض اتنينهم بدون يكونوا عم يشتغلوا عم بيشوفوا الأثار المترتبة على الإنسان وكيفية أني أنا خفف من حدة الأثارات اللي عم تجي بشكل سلبي على الإنسان ولاقي الطرق لحمايتها دايماً عم بكل اتفاقية وبكل معاهدة وبكل بروتوكول دايماً كانت الأمام المتحدة مجتمعة مع التوال عم يوصلوا عم بيحطوا طرق بيسموها هيك معنى الكلمة شوي رح تطلع يمكن مش مكش كتير زابطة بس رح فسرها طرق الامتسال شو يعني طرق الامتسال يعني اللي بده يجي وما بده يطبق هيد القوانين في محاسبة يعني لما أنا ببلش بالمحاسبة من الطبيعي جداً أنه يبلش يصير فيه تطبيق بتبلش العالم تفكر أو الدول عفواً هوني مش عم بحكي عن العالم عم بحكي عن الدول بتبلش الدول تفكر أنه لا في محاسبة فإذاً خليني أنا أكون ملتزمة بهيد القوانين حتى ما أوصل للمحاسبة وطرق المحاسبة كتير كتير طبعاً أولاً الدول ولكن حتى الأفراد فيه طرق معينة تحددت بالبروتوكولات قدرين الجائلة لحتى نحاسب من لا يلتزم ببنود المعاهدات الدولية خلينا نحكي عنهم لأنه نحن ما بنعرف كيف ممكن نقدر نحاسب كأفراد وخلينا نحكي كمان نحن وين هلأ هم بحكي بي لبنان نحن وين من القانون الدولي الإنساني وهل عم يتطبق عنه بلبنان يعني شو صعب هالسؤال شو صعب أن يكون بدي يجاوب عليه متل ما هو بواقعية وبموضوعية قصة التطبيقه بي لبنان أول شيء المسؤول عن تطبيق هايدي المعاهدات أولا هي الدول الدول لما بتلتزم بتصير جزء وبتصادق على هايدي المعاهدة بدي تحط تطبيعة لها كل جهودة لتطبيعة بتبلش بتنزب يمكن يكون في تشريعات بدي تنعمل لتطبيق هايدي الاتفاقية بدي تحطها بالبرامج التعليمية يعني بدنا توعي عليها يعني بدنا نبلش نعملها بدنا نبلش نعملها نشر للوعي لحتى نقدر نعملها يعني التنفيذ على على أرض الواقع يعني يمكن لازم نبلش فيها من كتاب التربية أكيد نبلش فيها من البيت بالبداية طبعا أكيد من التربية الولد على حقوقه وعدم التمييز بعدين بتوصل فيها بالمدرسة بعدين بتوصل فيها للجامعة للجامعة فإذا أول شيء هي مسؤولية الدول وعدتنا بالاتفاقيات كيف أنت ممكن تحاسب يعني فيه عندنا محكمة العتل الدولية ومن ثم فيه المحكمة الجنائية الدولية طبعا مختلفتين مختلفتين عن بعض المحكمة الجنائية مننا جزء من الأمم المتحدة وتمويلها مختلف وعندنا فيه فيه لجنة تقصي الحقائق الحقائق عفوا اللي هي مذكورة بالمادة 90 من البروتوكول الثاني اللي هي طول فيها بانفجار المرفع صحيح هيده هيده جزء من الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها الفرد إضافة إلى أنه الفرد ممكن يقدم إخبارات إخبار بتقدمي للمحكمة والمحكمة تتحرك بناءا على هيدا الأخبار إضافة إلى أنه الأفراد كمان فيه يكونوا شهود شهود على الانتهاكات والشهادة هي بدأ بيينة يعني بتبلش من هونيك أنك تقدر تتعمل محاكمة إذا فيه طرق كتير لأنه نحنا نقدر نكون عمل نفس هلأ عندنا في لبنان للأسف القانون الدولي الإنساني حط باتفاقيات جنافو بالبروتوكولات بتلاحظي أنه حط معايير للتصرف على الدول اللي هي ضمن النزاع اللي هي الاحتياط هلأ رحفسرون والتمييز والتناسب خليني بلش فيه من تحت لأنه كتير بهمني نقطة الاحتياط لأنه تنطبق علينا كتير نعم التناسب للأسف أنه هي المسبية تكون يعني الأضرار الواقعة ما تكون كتيرة أكتر مما لازم يعني ما فينا نخفف الأضرار التمييز هو التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية وحماية المدنيين بشكل قاطع نعم الاحتياط هو الواجب الذي يقع على الدول اللي هي ضمن النزاع أو حتى غير النزاعات غير الدولية يعني الدولة مع مجموعات اللي هي أنك أنت لازم تعمل كل احتياطاتك لحماية المدنيين منها أنك أنت تكون عم إذا بدك تؤصف مكان وعندك شك أنه في مدنيين هونيك بدك تنزرهم وتعطيهم الوقت الكافي للأخلاق ما بحط أهداف عسكرية أو ما بحط إشي عسكرية بالأماكن المكتزة بالسكان أو الأماكن السكنية يعني لأ وحول المدني إلى هدف الاحتياط أنك أنت وهذا يلي عم نمرق فيه نحنا 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 عم نشوفه كل يوم بكل لحظة عم نشوف هذه الانتهاكات يومياً نعم وبيناتون هيك بتحب هيك هذا الشغل بيعجبني المتحدث بإسم جهش الدفاع لما بيبعث الأنذار بيعطيهم خمس دقايق للأخلاق عم بيحاول يحتمي بالأنونت والي بس يعني عم بيكون خبيث بهذه الطريقة لأنه يحاول يحتمي بالأنونت والإنسان اللي هو أنك تعطي الأنذار قبل فإذا نقطة الاحتياط اللي هي دايماً لازم إجراءات تتخذها الدول اللي هي واقعة بالنزاع أو غير دولية لحتى نكون عم نحمي المدنيين الأهداف غير العسكرية المدنيين من رجال ونساء وأطفال دور عبادة أماكن ثقافية أماكن أسرية اللي هي عم تروح عنا يعني يعني بس بس تقولولي عم بيعم يقصف حد الأثار يعني بحس أنا جزء مني عم بيروح لأنه هيدا جزء من حضارتي هيدا حضارتنا جزء من بلدي جزء مني لما بدأ تكون عم تنقصف جزء مننا عم بيروح فنحنا لازم نكون عن جد لازم تكون الدولة عم بتقوم بأكتر مما يلزم لأنه تكون عم تحمي هيدا المناطق تلقى ميكان أكيد وبستغل هاي الفرصة معلاش لأنه عم شوفهم عالأرض نحنا موجودين معهم هلأ بدي أحكي عن موضوع عالأرض قبل ما ينتهي وقتنا شو عم تعمل بهيدا الإطار تفضلي تابعي أنا بدي أوجه شكر كتير كبير وتحية من القلب لصليب الأحمر بمتطوعين وكلون أكيد وموظفينه للدفاع المدني إدارة وأفراد فعليا بالكل بدي أوجه للطاقة التواقن الطبية كلها لوزارة الصحة ولا البلديات سأوجه هاي التحية لأنه فعليا الجهود اللي عم تنعمل على الأرض جهود جبارة كان الأجداء أنها تكون عم تنعمل من الدولة وأكتر من هيك البلديات اللي عم تعملوا لو كان عندها استقلالية مادية مثل ما لازم تكون عندها كانت عملة عجيب أكتر ما هي هلأ فتحية كتير كبيرة وإن شاء الله بتروق الأوضاع وبتقدروا تشوفوا أنه أنتوا شو عملتوا على الأرض وفعليا كان لكم الدور الأكبر بأنكم أنتوا تكونوا عم تحمل مدني يمكن لو ماهن نحن كل شعب اللبناني ما كانوا يقفوا على إجراء لأنه حيث حاله مسنود على هالأشخاص اللي تحدثت عنهم بدي أحكي معيك شوي قبل ما ينتهي وقتنا عن جمعية نحو مجتمع حضاري ما عليش لأنه أنتوا هلأ على الأرض من وقت انفجار مرفق بيروت ولكن هلأ بشكل كتير كبير مع النازحين بموضوع الإغاثة شو عم تعمل تحديدها؟ قبل ما أنتقل لشغل الجمعية على الأرض بدي أقول كمان أنه صحيح بالأنون الدولي الإنساني ما تمت ملاحظة يعني ما نكتبت قوانين خاصة بالنزوح ولكن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 1998 أصدرت قرار حتى تعطت فيه مبادئ توجيهية للتشرد الداخلي ولقى كتير استحسان عند الدول ونفذته الدول اللي هو المبادئ تابعه أنك أنت الدولة هي المسؤولة عن النازحين وعن النزوح هي اللي لازم تأمن المساعدات وهي اللي لازم تكون عم بتأمن الوضع المناسب مهما طال دولة والأهم طبعا الدولة والأهم من هذا كله أن هي يجب أصلا أن تقوم بما يلزم لتمنع النزوح ولتمنع تكراره هلأ بس رح خبرك عن شغلنا رح خبر قصة صارت معي أنا شخصيا كوني أنا كنت على الأرض كمان بال2006 نعم وهلأ بس رح اتركها للآخر لأنها عبرة نحنا كجمعية خلقنا مع جريمة المرفق للأسف كنا على الأرض مع المتطوعين اللي إنا إياهم متطوعين من كافة اللي بحب تقلفوا كتير النظر أنه من كافة الأعمار من طبعا اللي بحقق لهم يعني من 16 سنة وطوع اللي هني كانوا عم يشتقلوا على الأرض هيك بلشت الجمعية خلقت من معاناة وحب عطاء واستمرينا ما بدي كتير فوت بخبرية شو عملنا بوقتها في نفوتوا على البيج على الفيسبوك كل شي موجود ومبين ونحنا استمرينا من بعد موقفة الأمور عند كارثة المرفق عقد ما فينا عملنا تشبيك تشبيكنا مع البلديات تشبيك مع بعض المغتربين تشبيك مع بعض الجمعيات بلبنان وبعض الجمعيات الدولية قد ما فينا عملنا نحن عملنا مؤتمرات عملنا تدريبات لمتطوعي الجمعية عن كيفية التعاطي والتصرف بأوقات الكارثة وهذا اللي ساعدنا كتير هلأ ووقت اللي عم بيكون فيه المساعدات العينية نحنا عم نكون عم نوزعها بشكل على قد مادات اللي عنا ياها موجودة عم نكون عم تتوزع الأهم من هاودي إنه نحنا شغلنا كتير مع الأطفال وبالتالي كمان مع الأمهات لأن علم الأمهات كيفية التعاطي مع الطفل بيضل الأزمات بيضل الأزمات وهذا شي عم نشوفه كتير نحنا الطفل عم بيكون عم بيعاني فعليا طبعا جدا عم يعيش ترومة ترومة كتير كبيرة ومش عم يعرف يعبر صحيح وشان هيك نحنا عم نخترع له شوي مش عم نخترع من نحنا هاودي بالتدريبات طبعا أكيد كيف شوية نشاطات تقدر تعمله تحفيز ترفيه عنه ترفيه شوي عنه تخلق له ترجع أمل وترجع أكتر من هيك تحفز عنده خبرية التعاضد الاجتماعي لأنه لا إراديا بهيدا التشرد اللي عم بيصير عنده عم يخلق عنده نوع من الغضب وهيدا الغضب ببعض الحالات عم بيولد عنده حقد وعنف منشان هيك نحنا عم نكون على الأرض بكل المناطق اللبنانية نحنا أسبوع الماضي كنا بمنطقة الجبل وكتير لأنه شفت كتير حالات زوي إعاقة كنا يعني عم نشتغل معهم بس شوي لنهدي لنهدي الطفل ليعبر ولنرجع نخلق له هيدا الأمل لا يرجع يبتسم هيدا ضمن شغلناه نحنا مشابكين مثل ما قلت مع بلديات التشبيك الأكبر هلأ بالوقت الحالي بهيدا الأزمة مع نادي خرجي روسية الاتحادية فيه كتير أطباء بيناتهم الشي اللي عم بيساعدنا أنه نحنا نكون عم نقدر نقدم نهارات طبية حالو لمراكز القواء إضافة للأسيستان سوسيال اللي موجودين عننا والبسيكولوج اللي عم بيقدموا هيدا الخدمات للأطفال وهيدا أكتر شي بحاجة لألوبة هيدا الفترة يعني بديك تخبرين على الأبرة قبل ما ينتهي وقتنا لأنه وقتنا شرف على النهي أنا بالألفان وستة كانت مع الطواقنة الطبية كمانا كان فيه نزوح وكان فيه مراكز إيواء وتعرفت هونيكي على صبيهي كانت صغيرة بوقتها وهيكي صار فيه رابط بيني وبينها وكان يعني إضافة إلى أني كانت عم شوفها صحيا تابعتها شوية نفسيا هلأ بالألفان واربع وعشرين بلتقي فيها بأحد مراكز الإيواء صبيهي مجوزة عند عائلة قالت لي رجعت عم بتشوفيني بس لأقول تكرار النزوح تكرار النزوح نفس الشخص عم ينزح بحط نقطة بس نحن مكفين نحن مكفين وعلى أمل أنه هذا الوضع ما يستمر هيك على أمل أنه يطبق القانون الدولي الإنساني على أمل أكتر أنه ما يعود في حروب لما نعوذ شي يطبق إلا أنه ندل هيك فرحين وإنسان وإنسانيين بكل تفاصيل حياتنا ومفصلة أنا بدأ أشكر كثير المحامية والنشطة الاجتماعية دكتور سامر حداد أهلا وسهلا فيك وشكرا على كل المعلومات التي أعطيتنا إيها شكرا لألكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايما نعبرها وأصدق لبنين ترجمة نانسي قنقر